جواء احتفالية كبيرة استجبوا التوينس لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل وهبطوا لشارع لحبيب بورقيبة بيش يحتفلوا باليوم العالمي للشغل على اختلاف الانتماءات الاديولوجية للتونسيين إلا أنهم احتفلوا بعيد الشغل في شارع لحبيب بورقيبة كل واحد وطريقة نحبوا البلاد نسكوا لشعبيد واحدة نحبوا واحدة وطنية بلادنا تولي بخير وتوقف ترجع تونس كما كانت اليوم العدد البطالة يزير الفقراء زادوا شو اللي حتحصلوا قرينا شيء أنا عدوا من النهضة فرحان برشا اليوم فرحان برشا برشا مع الشعب التونسي الكوليكا واللي فما معاتها ألفا بنيتنا وفما معاتها أخوة بيننا بين الاتحاد وبين الحزب الكل وبين معاتها المعارضين جاءنا من عجل تونس من عجل تونس عاشت تونس حرة مصدقلة دعوة عيد الشغل جاء ونحن فرحانين به كل وإن شاء الله تونس كل يكونوا في خير دعوة إلى الشعب التونسي جميعا بكل أطيفه أنه نتوحد من أجل مستقبل هذه البلاد الغالة يصلح والصحيح يحسن وكل الفايد المجموعة وكل الشعب عموما المظاهرة كانت احتفالية فيها شعارات تحكي على العمال سواء حقوق العمال سواء دور الاتحاد المستقل للحاضن للنظالات الوطنية والنظالات النقبية وإلا أيضا الأوضاع متع غير المعيشة لكن في العموم تم شوي التزيد ولكن في العموم المظاهرة كانت ناجحة الجو في الشارع الحبيب بورقيب استهوى حتى الصيح اللي الجو يشاركوا في الاحتفالات أنا جيت اليوم باش نعبر على تضامني مع الشعب التونسي ومع التحركات النقبية في تونس واللي كان عندها نفس التمشي عنا في الولايات المتحدة أنا جيت لتونس لأني معجبة بالمسار الديمقراطي واللي في اعتقادي فقدنا منه برشا في الولايات المتحدة الاحتفال كويس يعني الناس ماشي بخير بدون يعني أهم شيء أنه البوليس مبعد عن الناس لأننا كنا خايفين أنه يضربوا الناس مثل 9 أفريل مزيق من الشعارات والانتماءات لكنها وحدة التونسيين حاول مطلب مشترك هو التشغيل كوسيلة لتحقيق الكرامة وأحد الشعارات اللي قامت عليها الثورة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة